سلمت مصر المساعدات المقدمة من الوكالة المصرية لشركة من أجل تنمية إلى دولة جامبيا وأكدت سفيرة مصر لدى جامبيا والمقيمة في السنغال نوها خضر دعم مصر لجامبيا في تنظيمها للقمة القادمة لمنظمة التعاون الإسلامية وأشهدت بمتانة العلاقات المصرية الجامبية ومن جانبه وجه وزير الخارجي الجامبي الشكر لمصر على تقديم المساعدات معربا عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع البلدين وعن تطلعه لتعاون مع مصر كما أشار إلى رغبة بلاده الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تنظيم المؤتمرات وأعداد الكوادر في ظل الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه مشاددا على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين في مختلف مجالات تعاون المشترك